من وجهة نظر حضرتك أستاذ مصطفى أهم المعارض اللي تم تنظيمها على مستوى الجمهورية في 2022 والنجاحات اللي حققتها المعارض دي طبعا برضو من وجهة نظرك طبعا هو الحقيقة أن فيه دور مهم بتقوم بوزارة الثقافة حاليا في مسألة فإحنا قلنا أن فيه مشكلة حاليا فيه النشر في العالم العربي كله وفيه تحديات خاصة بتسويق الكتاب وكان فيه أزمة كورونا حصل فيها إغلاق في خلال من سنتين فده إحنا ما زلنا طبعا في تدعياته ما زال فيه الحظر يعني بيخيم على صناعة النشر على مستوى العالم الهاية العامة للكتاب اشتغلت بقى على جزئية أن إحنا عندنا حدث مركزي بيبدأ في بداية السنة وده حدث مركزي مش في مصر بس على مستوى الوطن العربي كله فإحنا معرض القاهرة الدولي للكتاب لازم نحاول أن إحنا نستفيد من الزخم بتاعه في فكرة إقامة مجموعة من المعارض المحلية ومعارض مرتبطة بالمناسبات نوصل للمحافظات والأقاليم بعيد نوصل للأندية أماكن التجمعات الشبابية حقيقة السنة دي كان فيه معارض مهمة جدا هيئة الكتاب اشتغلت عليها وتم التعاون فيها مع الكثير من الجهات أنا لاقي في النادي الأهلي كان فيه معارض الكتاب وفي المحافظات كمان الحقيقة اهتمام الهيئة بالمحافظات غير القاهرة واسكندرية الحقيقة كمان كان السنة دي يعني مهم جدا أنا هقول لحضرتك هيئة الكتاب احنا عندنا اسكندرية بيبقى فيها كمان في مكتب اسكندرية قضب ثقافي كبير محليا واقليميا ودوليا لكن وبيعمل معارض كمان وهيئة الكتاب بتعمل معارض في اسكندرية لكن احنا دلوقتي معارض المحافظات دي هي خلاص بيقيت جزء أصلا من الحالة للثقافية في المحافظات ودولوقتي لها دورات كتير في رأس البر تلاقي حتى هنا في القاهرة المعارض الرمضانية اللي بتتعامل في المناسبات احنا الفكرة ان هو يعني الهدف من القصة كلها ايه انت محتاج انك انت تخلي الوسيط الثقافي دايما قريب من الناس وموجود في تفاصيل حياتهم وموجود في تفاصيل الاحداث اليومية بتاعتهم يقابلوه احنا يعني عايزينه يروح للكتاب وعايزينه كمان يقابل الكتاب بالصدفة ويقابلو في المترو ويكون فيه اماكن انتظار يكون فيها كتب لان احنا نعايز اقول لك على حاجة احنا ده رصدنا كله يعني رصيد مصر من الانتاج الثقافي وانتاج احنا دايما يعني دولة بتنتج الحضارة صحيح تمام فهو احنا محتاجين ان احنا عشان نقدر نحافظ على ده احنا بلد كبيرة جدا يعني محتاجين ان احنا يكون وجود الكتاب فحياتنا وانا بتكلم دايما مع البيت المصري والأسرة المصرية احنا دلوقتي فيه سباق عالمي على الناس تحاول توصل لمستوى تعليم افضل توصل لمستوى وعي افضل انت عندك حل سهل جدا انت عندك حل سهل لكل بيت انا بقول لكل بيت كل ابو وكل ام محتاجين انهم يعرفوا حاجة مهمة جدا انتوا عندوكم حل سهل جدا يقدر يسهلوكم مهمة تربية تولادكم ويقدر يوصلهم يعني لمراحل انتوا نفسوكم مش متخيلين ان كنتوا تقدروا توصلولها التحولات كلها بتحصل بين صفحات الكتب تمام انت تقدر توصل لمستوى ودرجة وعي مهمة لما يكون عندك كتب عندك تعمل مكتبة صغيرة وسنان يعني الدولة احنا في مصر هنا يعني اسعار الكتب عالميا بيترهيبة الاسعار فعلا بيئترهيبة وبيئت موضوع ومع التحولات الاقتصادية على مستوى العالم يكون بلد زي مصر عندها كمية المشاريع القومية الخاصة بانتاج الكتاب ومكتبة الاسرة وعندنا هنا حتى صور الاسبكية المشاريع المعارض يعني على فكرة صور الاسبكية السنة دي عمل معارض كمان من اجمل معارض الكتاب صحيح انا حضرتها وتشرفته وقمنا بتخطيط وتخطية خاصة للأهرام ومعارض جميل جدا وكان فيه شغل مفاجئ وشغل احترافي والشباب هناك يعني وانا عايز احييهم يعني وعايز احيي الأستاذ مصطفى هاشم وحيي كل الناس اللي عملت شغل في معارض صور الاسبكية احنا فيه حاجات كتير بتحصل وعلى فكرة الناس برضو فاكرة ان احيانا فيه مؤشرات لحركة الترندات وحركة اهتمامات الرأي العام الناس فاكرة ان المصريين مش بيهتموا بالكتب غير صحيح المصريين والدليل على كده دايما قوائم الاكثر مبيعا يعني احنا عما نيجي نلاقي في معرض الكتاب في القاهرة او حتى المعرض المحلية الحركة بتقولي عليها يلما لقي كتب شديدة الاهمية مثلا صدر عن المركز القومي للترجمة وبعضها شديد التخصص ويكون في الاكثر مبيعا لا المصريين المصريين بيعرفوا يختاروا كتب حقيقة ومش بينتصروا على فكرة الكتاب عبسا يعني مفيش يعني دلوقتي حملات الترويج المزيفة بتاعة السوشيال ميديا والحاجات دي احيانا بتدي انطباعات خاطئة لكن الناس الناس لا تخدع في الكتاب حقيقي انا عايز اقول لحادتك استاذ مصطفى ان احنا خلال السنة دي الحقيقة على مدى يعني السنة كلها احنا عملنا الحقيقة حلقات متنوعة جدا انا السنة دي لقيت قدر كبير جدا من التنوع في نوعية الكتب اللي اتكلمنا عنها نوعية الكتاب اللي قابلتهم في يوح كأن المعارض اللي اتكلمنا عنها واهم الاحداث الثقافية حقيقي بجد كان فيه نشاط ثقافي كبير جدا في مصر عشرين اتنين وعشرين فيما يتعلق بكل ما هو مهم لصناعة الكتاب او لصناعة الكتب الصناعة دي في حد ذاتها كانت الحقيقة محققة نجاحات كبيرة جدا رغم كل الصعوبات رغم كل الازمات رغم الاوبئة رغم كل المشاكل اللي مرينا بيها السنوات اللي فاتت لكن الحقيقة هذه الصناعة قدرت انها تحفز على نفسها وكمان تطور نفسها صحيح وانا انا عايز اقول لك على حدرية احنا زي ما قلت لك احنا بلد بتنتج الحضارة فاحنا المطلوب من الجهات سواء الجهات الرسمية يعني احنا عندنا اهم نشر واكبر نشر عربي هو الهائة المصرية عامل الكتاب ده اكبر جهة بتنتق كتب في العالم العربي دي الجهة الرسمية تتبع لوزارة السقافة عندنا بقى كمان جهات النشر خاصة عندنا دور نشر مصرية خاصة كبيرة جدا وعندنا شغل وحركة وتنوع كبير جدا مصر بلد هادرة احنا ازاي ان احنا نقدر نحط ده في طريقه الصحيح نحطه في التراكس الخاصة بتسويقه بشكل كويس الكتاب انا بقول لحضرك قدامهم حاليا تحديات وهي ان في احداث اولا احداث متتالية كدير يعني السنة دي كان فيه حدث عالمي خطير وهو الحرب الروسية الاوكرانية ودي لها تأثيرات حتى على مستوى اهتمامات الناس طبعا طبعا فاحنا عندنا تحديات على مستوى الرواية والانتاج الادبي خاصة ان دلوقتي كمان الانتاجات الدرامية والتلفزيونية دلوقتي ابتدى تعود بقوة ان يبقى فيه معين من الانتاج الروائي الرواية اللي تتحول لعمل صحيح نحن حاليا دلوقتي في الايام الاخيرة من السنة وبداية العام الجديد بنستعد لانتاج جديد بنشوفه بالاستاذ الكبير اسامة انوار عكاشة واحنا تشرفنا على فكرة السنة دي ان كان في حدث مهم برضو السنة دي ان احنا في هيئة الكتاب عملنا له اصدار تسكاري ضخم جدا نتمنى ان هو يليق بيه وكان مهم ده كان من اهم الاصدارات الخاصة بهاية الكتاب على فكرة بالنسبة لنا احنا شايفين ان هو كان من اهم شغل من اهم الاصدارات من اهم شغل افنون السنة دي وساعدتنا في اسرته يعني بنشكر بنته كاتب عظيم كاتب عظيم طبعا فانا اللي اقصده ايه ان هو دلوقتي فيه تحديات موجودة بالنسبة للرواية كمان احنا عندنا جزء مهم مرتبط بانتاجنا وابداعاتنا في الكتب وهو خاص بسرتنا احنا نفسا السيرة المصرية نفسها في الفن وفي الدراما والسيرة الاجتماعية وسيرة الادب وطبعا كان فيه حتى احداث مرتبطة بشخصيات مهمة كان فيها حتى بعض الصراط على بعض الشخصيات ان شخصية مش عارف مين عمل ايه الاول فده انا شايف ان ده يعني ظاهرة محمودة جدا ان بقى فيه اتجاه ان الناس نستعيد الانتاجات الابداعية السير الموجودة العظيمة عندنا للشخصيات المهمة ده كان موجود السنة اللي فاتت وصدرت كتب مهمة في بحر السيرة ده وعلى فكرة السنة جاءنا متوقع المزيد ان شاء الله ان شاء الله